في الأسبوع والأسبوع اللي بعده أجازة يعني يقضى عشر أيام وبعدين يعود ليجتمع ثلاث أيام لكن ده مش معناه إن اللي جانب بتشغل شؤونها اللي جانب بتشغل مشال كهز جدا رئيس مجلس النواب بقى يعني عنده شغل كتير جدا النهاردة دكتور علي عبعالي استقبل وفد إعلامي إفريقي من عدد من الصحف والقنوات التليفزيونية الحكومية والخاصة من عدة دول إفريقية اللي بتزور مصر المشاركة في دورة تدريبية للصحافة والإعلام تحت رعاية وكالة الشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية وبالمناسبة دي يا ريت إحنا عندنا برضو وفد إعلامي مصري الدكتور علي عبعالي استقبله لأن إحنا جزء من أفريقي يعني مش معنى رئيس مجلس النواب بيقابل الإعلامي الإفريقي بس مش يقابل الإعلامي المصري باعتبرنا جزء من أفريقيا لكن الدكتور علي عبعال أكد أن القارة الإفريقية بتجمعنا بها كل المقاومات المشتركة المشتركة من عادات وتقاليد ومصير مشترك وقال إن الإعلام بيمثل عنصر أساسي من عناصر التنمية وتطوير المجتمع الدكتور علي عبعال هو اللي بيقولي الكلام ده عشان كده بيمنع بس الجلسات نهائي مفيش مكان للصحفيين داخل البرلمان مخلي فرق متابعة ومرقبل كل صحفي لو صور لقطة جوى المجلس لكن هو بيحترم الإعلام الإفريقي أما إحنا نبقى في أفريقيا إن شاء الله حيعملنا كده دكتور علي فنحاول يعني ننضم للاتحاد الإفريقي كإعلاميين مصريين ونبقى تابع الأفرقاء علشان يبقى بيحترمنا ويطبع لناك كلام ده المهم اللقاء كان موثمر ريتشارد موانزق رئيس هاية الإزاعة والتليفزيون الرسمية الزنبية أشاد بالحفاوة والكرم المصري وقال إنهم حينقلوا للقارة الإفريقية صورة مصري الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ده الراجل الزنبي اللي بيقول الكلام ده بيطبل مناش دعوه هو بيقول كده علشان إحنا عندنا إخوان الشتات ومن لف لفهم لما يسمعوا أي كلمة محترمة في حق القيادة السياسية أو في حق هذا الوطن يقول لك بالطبل طبعا الأفريقية ما بيهمهمش يعني قولوا النفسكو زي ما أنتوا عايزين أكد ممثل المجموعة العربية إن أفريقيا كانت من أولى القارات اللي أيدت ثورة 30 يونيو ده مش صحيح ده كان فيه موقف من أفريقيا إزاي وطبعا هو أشاد بثورة 30 يونيو دلوقت لكن ساعتها ما كانش صحيح وأحبطت الثورة دي أحبطت محاولات تأسير